هؤ?" السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته عدنا اليكم من جديد في السلسلة حقه محمد السالم انيمي ينصح به اعتذر منكم والله نضروب خاصه ابو سالم اقدر ويقدر يقدمها في الحلقة فعشان كده بسقط الفرصه هذه عشان اقدر اتكلم على انيميين مكربين جدا الى قلب اشتركوا في القناة 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 ما كان فيه اي زر خروج مو بس كده الصدمة في الانيمي هذا انه صاحب اللعبة هذي بسبب انه يبغى يخلق عالم هو المتحكم فيه قال عشان ما يكون فيه اي سبهللة في الموضوع انه اي شخص يبغى كده ما عجبتني مرحلات بموت وبرجع ارسبول لا يا قلبي اللي يموت باللاب هذي رح يموت في الصدق لك حياة واحدة اوكي عالم خيالي عالم جوا لعبة لكن اذا مت هنا رح تموت في الصدق شلون راح تعيش في القصة شوف صدقات الله ونستمدل تنويمهم الانيمي فيه رومانتيك بشكل كبير اللي ما يجوز عليه رومانتيك سوي لدرب الانيمي تكلم عن صدقات الله بما فيه كفاية وننتقل للانيمي الثاني من انميات السكاي اللي اشوفه انا من افضل انميات السكاي برضو اللي قارع مع صدقات الله بالنسبة لي اللي هو انيمي كونو سفراش او كونو سوبا لاختصار حق المعروف طيب انمي كونو سوبا انتج له سيزنين رائسيين وحلقتين اوفا او بتكلم عنه بشكل مفصل الحين السيزن اول من كونو سفراشي انزل او انتج عام 2016 ثم يلي بنفس السنة هذي حلقة اوفو في 2016 من انمي كونو سفراشي ثمين ينزل الجزر الاخر في عام 2017 وتتبعه اوفا في عام 2017 برضو اما بالنسبة لأفلام الانيمي ها وانتج فيلم واحد للأسف الشديد فقط في عام 2019 باسم شيد باسم والله اسمه صعب سيكاي ني شوكو فوكو وو كوري ناي دين ستسو المهم تبعو تحط بشي كوميدي والله اسم الفيلم صعب حاول اقراه لكم اسمه كونو سبا راشي سيكاي ني شوكو فوكو وو كوري كوري ناي دي ستسو الاسطورة لسيتسو بلا صاحب فهذا اسم الفيلم قصة الانيمي باختصار كالعادة كانيمية الاسكاي الاخرى شخص اوتاكو كذا جالس من فايلة في البيت طلع بيشترينا لعبة عالطريق او مجسم مو لعبة مجسم فقر زي الفقرات الموجودة هذي راح يشتريها من متجر الفقرات الموجودة فع طريق عودته قابل في الطريق فتاة الفتاة هذي شكات فيه سيارة بتصدمها يعني لما جت سيارة بتصدم الفتاة هذي جاء البطا انفعلت فيه كذا غريزة البطولة كأنه ما انقذها عقبان انقذها بيصير زي الافلام الانيمي اللي اتابعها فدفع البنت وحصل شيء غريب يوم دفع البنت هذي صار في شيء كوميدي تابعوا الانيمي هذي تعرفون ايش حصل عقبان طبعا الانيمي يتميز في الكوميدي الخرافي اللي فيه كوميدي حرفيا يعتبر ان الميات الاسطورية الكوميدية برأي شخصي او من افضل الميات الكوميدي برأي شخصي تحت جي او وقنت ما هو الاخر لكن كنوا صوبة حرفيا اذا شلنا كذا انيمي ثاني نقدم يتربع العرش الكوميدي اللي موجوده فيه الانيمي ما يصلح الاطفال اقدر اقول بلس 17 او زاد 17 سنة ما ابغه تكلم من اي كلمة لا ممكن احرق شوي من الكوميدي او شوي من قصة الانيمي هذي لكن صدقني الانيمي هذي نظامه تجي معك فشار وبطاطس تجي معك مشروبك المفضل وقعد وتابع واستبدع رح تعيش شيء اسطوري مع هالانيمي والذبات الاسطوري في هالانيمي فما بيطول عليك اننا حاليا وصلنا نهاية الحلقة الجميلة هذي اتمنى اني وفقت بطرح الحلقة هذي واني قدرت اقدمها زي ما اقدمها الاسطورة ابو سالم هنا وصلنا نهاية الحلقة الجميلة هذي اتمنى ان نهايت على اجابكم ووضعكم في النهاية يقول معي سبحانك الله ومه بحمدي اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك لا تنسى ان اشتراك معنا في قناة وضعك باللاعك والشير ونشوفكم على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة